اللبناني ميشيل حايك يتنبأ باشتباكات طفان الأقصى من شهور أثار اسم اللبناني ميشيل الحايك تجدل خلال الساعات الماضية على مواقع تواصل الاجتماعي أعاد البعض نشر مقطع فيديو له تنبأ فيه بأحداث طفان الأقصى خلال احتفالات رأس السنة الماضية قال حايك في تنبؤاته بمقطع الفيديو المتداول بثلاثية الدم وبالروح بالدم نفديك يا أقصى ما رح يكون مجرد شعار رح يكون كل المعرقة الأحداث التي رح تخد بإسرائيل بالمرحلة المقبلة أبطالها أسرى بالسجون وقال رح يتزامن الحدث مع عيد يهودي بين عارض أمني وعارض صحي يتأرجح نتنياهو ونتنياهو بقراراته بأوامر نارية بمواجهة النار يذكر الناس بتاريخه كل الثورة رح تكون ورح تتغنى بأغاني محمد عالصيف وأضاف أهداف كتائب القسام الجديدة رح تشكل مفاجآت للجميع أحمد الديف بمهاب بعض الملفات الخطرة حركة مفصلية بتزعزع مفاصل جهاز أمني إسرائيلي زمن اللاوعي الحربي الإسرائيلي قادم وزمن الانتظار ولا تنصب إسرائيل فخن نفسها وتجر نفسها على المعركة جنون على إسرائيل فوق المي وتحت المي وقال ينطلق فيصل من الفصائل الفلسطينية بعكس السير ويسبب ورطة لباقي الفصائل المسجد الأقصى يكون محور الاهتمام وأرض الأحداث ومصنع الأخبار ومصدرها